رحب سفير مصر في اليونان عمر عامر بقرار محكمة مدينة كالماطا اليونانية بتبريئة المواطنين المصريين التسعة من التهم المنسوبة إليهم في حادث غرق مركب للهجرة غير شرعية أمام السواحل اليونانية وذلك في يونيو من عام 2023 أوضح السفير المصري أن السفارة كانت على تواصل مستمر مع المواطنين التسعة وحرصت على زيارتهم بشكل دوري في محل احتجازهم لتأكد من توفر احتياجاتهم المعيشية فضلا عن حضور ممثل السفارة في كافة جلسات المحاكمة مضيفا أن قرار المحكمة بتبرئتهم من كافة التهم المواجهة إليهم يؤكد الثقة في حيادية القضاء في اليونان اشتركوا في القناة